مرحبا أعطيكم العافية كما تعرفين أنا راوتر في السطح وأنا قاعد تحت فتحدث بعض المرات مشاكل في الراوتر أو شركة تحتاج تغيير اي بي أو شيء فتحتاج أن تقوم بعمل ريستارت فليس معقول لكي شيء صاعد السطح شابك ونازل فالحل السهل نفتحنا لأي صفحة براوزر ونذهب ونكتب عنوان هذا ما هو مال الهواوي طبعا نحن نكون نعرفين الابي مع الجهاز الرئيسي الهواوي هو 192.168.8.1 في .1.1 على حسب أنواع الأجهزة دعونا نقول ما هو الستاندر مع الهواوي نفس ما هو بعدين عندما تكتبه سأضع لك صفحة التي هي صفحة الهواوي نفس ما ترى هنا ونذهب إلى ما هو استخدامها على طريق الوب بيج يعني ما هو على طريق الوب سايد لا تنزل المعجل عندما تطق عليه سأضع صفحة الانترنت إذا سيقول لي يوزر نيم و باسورد دعونا نضع من عندنا العادة دائما نضع اللي هو عاد من عاد من عاد من وانتو ثري ماذا عنه؟ دعونا على الراوتر حاليا نحن نحن نشابكين على الراوتر اللي فوق اللي هو وائد بعيد نحن نشابكين نحن نشابكين تحت بس دعونا على الجهاز اللي فوق منها تقدر تشوف الأجهزة شابكة تقدر تشوف شو الوضع اللي انت عندك تقدر أصلا كأنه انت عند الجهاز بس عشان سوي ريستارت بس اني هصوب بالزاوية طبعا سابحون شارك شاشة صغيرة عنديش هصوب نقول لي ريستارت خوصا بعد طيقة المطر لاحظنا انه وائد اجهزة افصلت وائد اجهزة قام تعلق ما قام تشتغل عادل او صارت بطيئة او في مشكلة صارت بعض مرة تتصير مثل ما تقول ريفرش بالسيستم عنده هوم الجهاز شده ونشتغل مرة ثانية يعني غزي البرج نفسه فس انت روترك شابكة على شيء غديم مزين فعشان تحل مشكلة هذي بس تتوي شغل هذي تدش على الاي بي ودش على روتر اي سي وتسوي الى ريستارت هذي حلينا مشكلتنا لا صعدنا فوق ولا نزلنا لان الجهزة كلها تكون مربوطة مع بعض هذي سأضع لكم فيديو عنا ان شاء الله بعد مدقع فكر فيه ان رابعكم ان شوان الجهزة تكون مربوطة حتى انت مثلا انا حمو مربوط بالجهاز هذا انا بها اللحظة انا شابكة على الجهاز على البرج نفسه والبرج نفسه شابكة على سيرفر الشركة نفسه فعنا كلنا مربوطين مع بعض هذا يبقى لشرح شوية زيادة ان شاء الله ان شاء الله نزلكم فيديو عنا وعطيكم العافية